أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندر لعين ضرورة التحرك لمكافحة التغير المناخي مشيرة إلى وجود خطة أوروبية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول 2030 وخلال مؤتمر صحفي للاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق الأخضر لفتت فاندر لعين إلى أن الفيضانات وموجات الحر هي نماذج لا يمكن أن يحصل مستقبلا بسبب التغير المناخي